اشتركوا في القناة تقرر فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السبت المقبل وحتى الاثنين في اتجاه واحد وذلك لعودة المواطنين العالقين والرغبين في العودة إلى قطاع غزة والحالات الإنسانية دعى مجلس جامعة الدول العربية المؤسسات الأممية إلى إرسال لجان تحقيق دولية للسجون الإسرائيلية للإطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين بالإضافة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جينيف أربعة جاء ذلك أو جاء ذلك خلال وقفة نظمتها الجامعة العربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية وقعت الدول الضامنة على وثيقة تفاهم بشأن إقامة مناطق أمنة في سوريا خلال الجلسة العامة لمحادثات السلام في أستانا بكزاخستان من جانبها انسحبت المعارضة السورية احتجاجا على توقيع إيران على الوثيقة في حين أعلن رئيس وفد الحكومة السورية مساندته للمبادرة الروسية لإقامة مناطق آمنة هذا واتفقت الأطراف السورية المشاركة في المفاوضات على عقد جولة جديدة من المحادثات منتصف يوليو المقبل بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الجزائرية والتي دع إليها 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا وكان وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي قد أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تجاوزت 33% حتى السادسة من مساء اليوم هذا وبث التلفزيون الرسمي في وقت سابق مشاهد تظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وهو يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية شكرا للمتابعة ودائما يتجدد اللقاء على رأس كل ساعة